السلام عليكم يا بنات ازايكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين النهاردة عملكم فيديو مخصوص عشان نكلمكم عن حاجة في بنات عارفها وفي بنات ما تعرفهاش ودخلوا يسألوني عنها وهي الدرما رولر جات هي اختراع يعني عن تجربة شخصية مرة عن اداة فيها ابر صغيرة رفيع فبتعمل زي سقوب او قنوات في البشرة فبترسل اشارات للمخ فبيحفز انتاج الكولوجين قبل ما نستخدمها ازاي لازم الاول تختاري مقاس كوي مناسب لبشرتك فبالنسبة ان احنا ممكن نستخدمها الاستخدام الشخصي فهممكن تجيبيني هو نص ملي الاول انا هوريكم العبوة بتاعتها دي عبوة انا جايبة النوع ده ده تقريبا احسن نوع بشوف ان دكاترا كتير بتستخدم النوع ده هي في حدود 180 جنيه هي بتيجي دائما في حاجة مقفولة عشان تبقى موعد كما تمام وهي زي ما انا قلتلكم هي بقرة فيها سنون لازم نحضر بشرة بتاعتنا ونازم نحضر الدرما نفسها الدرما بنحطها في كحول قبل الاستخدام بنحطها في كحول عشان الكحول اللي هو الايسيلي يعني بيتجيبه من السيدليات وتسيبها مثلا خمس دقايق عشر دقايق في الكحول قبل الاستخدام نحضر بشرتنا ان احنا بنخسل وشينا كويس بالغسول بتاعنا العادي بعدها ممكن تستخدمي موارد او تنر عشان تقفلي المسام لو انت من النوع اللي بتتوجعي او فيها عبشريك حساسة فانت ممكن تستخدمي مخدر املا تمام تركيزه خمسة في المية بتحطي قبل الاستخدام مثلا بتلت ساعة بنص ساعة هتلاقي ان بشرتك امتصته والنص اللي لي مش بتعمل قلم يعني زي مثلا الواحد او واحد ونص بعد كده بقوطنا بموارد بتبدأت شين البواقي لو فيه اي حاجة لسه بقية من الكريم وبعدين تبدأت استخدميه بقى الدرما اللي هي احنا كنا حطينا في الكحول بنستخدمها فوق وتحت وفي الجنب يعني في الاربع اتجاهات تمام كل اتجاه عشر مرات يعني رأي اتجاه عشر مرات عشر مرات مفيش اي مشكلة يعني كده وكده 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 احنا بعد ما بنخلص الجلسة بتاعي طبعا على وشنا كل من اسنين وشك اربع اجزاء عشان ما تسيبيش اي حتة فيه هنا وهنا وكل وشك بتعمليه بعدها طبعا بالاول حاجة الدرما بتروح تحطيها تحت المياه بتغسلي عشان لو فيه يعني طبعا مع الضغط ممكن يطلع شوية نقط دم بسيطة مفيش اي مشكلة مبيحصلش اي حاجة منها خالص انها امينة خالص يعني هتحطيها تاني في الكحول عشان خاطر تتطهر بس طب احنا بشرتنا بنمسخها تاني بقطن موارد الدرما بتكون بقى زي ما انا قلت لكم تبقى عملت قنوات او ثقوب في البشرة بسيطة خالص فاحنا ممكن اي سيروم مفيد للبشرة اي فيتنين سيروم متاعه لوريال اي زيوت زي الججوبة زيت الشاي اي زيوت طبيعية حطتيها على بشرتك بشرتك يعني هتستفيد منها جدا نستطيعها مثلا كل مرة في كل شهر تقريبا كل 3 اسابيع على حسب انت بشرتك تقبلتها ولا في حصل فيها التهاب ولا حصل فيها ايه هتحس ان شوية في حرقان او هتحس ان شوية وشك ملتهب هتحس ان هو واجعك شوية بس بعد شوية بساعات او تاني يوم بالكتير اوي هتلاقي وشك مفيش اي مشكلة وهتحس بالنتيجة مرة في مرة يعني هتحس ان وشك فعلا اختلف دي المرهولة بتعمل تحفيز طبعا دي انا قطل كل هاي الكولوجين بتاع البشرة بيدي نظارة لو فيه اثر حبوب بتقللها لو فيه اثر كلف لو فيه سلولايت بتقلل الشكل اللي بتاعها كل الحاجات ديات هي بتساعد ان هي تقلل المظهر وبتجمله هي بالنسبة للعيوب هي ممكن تكون ان انت بتستخدميها مثلا بعد ثمن عشر مرات ممكن بتستخدميها يعني بعد كده ما ينفعش تستخدميها تحس ان السنون بتاعتها ممكن توجعك خلاص بقايني بردت اللي احنا بقول السنون بردت طيب ايه تاني عيبها ليه شوية بتحس بالقلم بقى وانت بتستخدميها بس هو ده الاكتر من كده مفيش حاجة ديها اول حاجة اه لو انت قريدي بتتعاجي من الحبوب او في حبوب عندك فيها بنشطة لسه فيها حبوب يعني ماينفعش خالص ان انت بتستخدمي او بتعملي جلسات ليزر ماينفعش مع الدرما رولر بردت تستخدمها خالص بعد ما بنستخدم الجلسة ماينفعش ان انت تستخدمي تحطي ميك اوب لمدة اربعة وعشرين ساعة بعد الجلس عشان وش يعتبر لسه يعني متفتح زي ما يقولوا كده بالنسبة للتجربة الشخصية انا بالنسبة لي انا بنصحكم بيها لو في اي سؤال او اي استفسار ممكن تسلولي في الكومنتات وانا ان شاء الله ارد عليكم بس كل سنة انت طيبين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة